بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم عزيزي الطلاب والطالبات بمادتنا الجميلة مادة التربية الفنية اليوم بذل الله سيكون درسنا لهذا اليوم النسيجي البارز في البداية عزيزي الطلاب والطالبات كان درسنا السابق هو التشكيل بالجذوع والأغصان تعلمنا وتعرفنا الكثير من الأمور كان من ضمنها أخذنا ليه مقدمة أيضا تعرف على بعض الأشيار وأدوات المستخدمة في الأعمال الخشبية والتشكيل بالجذوع والتشكيل بالأغصان وعمل فني جمالي ونفعي مبتكر باستخدام جذوع الأشيار والأغصان اليوم بذل الله سوف نتعلم الكثير من الأمور بالنسبة لإحتمام الفنان المسلم بالمنسوجات أيضا العناصر النباتية والهندسية ونسيج الكعب المشرفة وأيضا نتعرف على النسيج المسطح ومعنى النسيج البارس طبعا في البداية يعتبر النسيج من أهم الفنون والحرف والصناعات التي ظهرت وتطورت مع تطور الإنسان لسد حاجاته وأستر نفسه أيضا وقايتها وكما يعتبر النسيج أحد أهم من المجالات التربية التربية الفنية ذات الإنتاج الخصب أيضا والمتنوع من خلاله إمكانية استخدام جميع ما يمكن أن ينسج به إضافة إلى تنوع في أساليب وطرق التركيب النسيجية الناتجة من تعجق الخيوط السدى واللحمة مثل ما ذكرت لكم يعتبر النسيج من أهم الحرف اللي ممكن يتم استخدامها والصناعات كثير ما نلاحظ القطع النسيجية موجودة في بلادنا ببتداء من منابسنا التي نرتديها أيضا انتهان إلى القطع الجمالية الموجودة في منازلنا طبعا بدأ مع وجود الإنسان نستخدمها قديما ليستر نفسه مثل ما نعرف وبدأ تطورت لصناعة النسيج إلى ما نلاحظ في يومنا هذا يتم استخدامها أيضا كعناصر جمالية بشكل عام ولوحات فنية بعض الأحيان نلاحظها من خامات النسيج المتنوعة والمتعددة أيضا ونجد اهتمام الفنون الإسلامية طبعا شمل جميع المجالات بما فيها المنسوجات التي تمثلت في الملابس بجميع أنواعها والمفارش والمعلقات وبعض الأغراض المعيشية وقد استخدم في زخرفة تلك القطع الذي هو الزخارف المتنوعة ذات الطابع المتميز من العناصر الآتية عندنا الذي هو العناصر النباتية العناصر الهندسية أيضا عناصر الكتابية الذي هو الخط العربي طبعا استخدم الفنان المسلم الكثير من قطع وقام باستخدامها وتوظيفها تفنى الفنان المسلم بالقطع النسيجية وقام بإضافة الكثير من الأفكار المتعددة مثل الزخارف النباتية الزخارف الهندسية وأيضا الزخارف الكتابية الذي هو استخدامه للخط العربي وقام بتوظيفها بأشكال جميلة عندنا بالنسبة للزخارف النباتية وقد استخدمها الفنان المسلم بجميع أجزائها بعد تحويرها وتبسيطها وتغييرها عن الصورة الأصلية لها مثل ما تلاحظون أمامكم هذه عندنا زخارف النباتية طبعا مثل ما نعرف الفنان المسلم استخدم الزخارف النباتية وقام بتوظيفها بأشكال جميلة وقام بتحويرها وتبسيطها لتطلع أشكالها لتكون أشكالها جميلة بقدر مثل ما نلاحظ أمامكم هذه بعض الزخارف النباتية اللي قام بإنتاجها الفنان المسلم أيضا عندنا اللي هو الزخارف والعنصر العناصر الهندسية استخدم الفنان المسلم تلك العناصر البسيطة بعد أن قام بتفصيلها وتلحيمها ثم عمل اللي هو تراكيب وتداخلات فيما بينها مثل ما تلاحظون أمامكم عندنا هذه بعض الزخارف الهندسية بأشكالها البسيطة وقام بتوظيفها بأشكال جميلة واستخدم ألوان متعددة لإبراز تلك الزخارف مثل ما تلاحظون أمامكم أيضا بالنسبة للعناصر الكتابية اللي هو الخط العربي استخدم الفنان المسلم للحروف والكتابات العربية في تزيين المعلقات النسيجية بالآيات القرآنية وبعض الأدعية مثل ما نعرف الفنان المسلم استخدم الكثير من أنواع الزخارف المتعددة وقام باستخدامها وتوظيفها من ضمنها استخدم الخط العربي وقام بإضافة اللي هو آيات من القرآن الكريم وبعض الأدعية في معلقات بهذا الشكل من القطع النسيجية مثل ما تلاحظون أمامكم أيضا ولعل أفضل شاهد للنسيج الإسلامي المستخدم فيها العناصر الكتابية والهندسية هو نسيج كسوة الكعب المشرفة وقد استخدم في صناعتها خامة الحرير الطبيعي باللون الأسود ونفذ بأسلوب نسيجي مميز وهو الجاكارد طبعا والذي كان يعرف بالقبطي أو النسيج المرسم طبعا ويتطلب ذلك العمل مستوى عالي جدا من المهارة الأدائية مثل ما تلاحظون أمامكم عندنا كسوة الكعب المشرفة وهي أثناء اللي هو عملية نسجها ونلاحظ اللي هو شكلها النهائي هذه بالنسبة لكسوة الكعبة طبعا تطلب مهارة عالية جدا لإنتاجها وطبعا لو شاهدتم بعض المقاطع للفيديو لإنتاج كسوة الكعبة هتلاحظون أن مراحلها طويلة وتطلب جهد كبير في إنتاجها وكثير ما نلاحظ اللي هو الفنان النساج السعودي يقوم بعملية نسجها بإتقان مثل ما نعرف وأهتمت حكومتنا الرشيدة بإنتاج الكثير من القطع النسجية لكسوة الكعبة ويتم تغييرها بشكل سنوي مثل ما نعرف هذا هو بالنسبة لكسوة الكعبة أيضا عندنا نشاط نشاط رقم واحد عند قيامنا بأداء العمرة في بكة المكرمة يمكننا أن نطلب زيارة مصنع كسوة الكعبة المشرفة لنشاهد ذلك النسيج عن قرب وندقق الملاحظة فيه وفي زخارفه ونستطيع أن نتجول في المصنع بصحبة أحد المشرفين ثم يمكننا أن نقتني كتابا خاصا عن ذلك المصنع بمكان الذي هو أثناء زيارة مكرمة لأداء العمرة ممكن نقوم بزيارة المصنع لمصنع الكسوة الكعبة بمكان زيارته أيضا بمكان التجول مع أحد المشرفين وممكن أن نتعرف على الكثير من القطع والخطوات التي يتم إنتاج الكسوة الكعبة وكيف طريقتها وخطواتها سنتعرف على كثير من المعلومات عند زيارتنا لذلك المصنع أيضا طبعا لقد تطور صناعة النسيج بصفة عامة مع تطور الفكر وتطور التكنولوجي للخامات والأدوات التي تثير فكر الفنان وتدفع إلى التجريب وأيضا قد استثمر بذلك له الفنان في جميع ما تناول يديه طبعا ما يتم توفر لديه أيضا ويمكن أن ينسج به من خامات خيطية حديثة متنوعة الملامس والمصادر ومستهلكات مناسبة مثل بقايا الأقمشة ممكن يتم استخدام بقايا الأقمشة والشرائط وشرائح البلاستيكية والمعادن أيضا والأوراق بأنواعها وريش الطيور والجلود والحيوانات وغير ذلك بإمكاننا يتم استخدام اللي هو الكثير من الخامات المختلفة والمتنوعة مثل عندنا جلود الحيوانات ممكن يتم استخدام بقايا الأقمشة ممكن نأخذ هذه البقايا الأقمشة ويتم توظيفها وننتج الكثير من القطع النسيجية مثل ما ذكرت لكم أيضا ممكن من ضمن القطع اللي هو الشرائح البلاستيكية بعض القطع البلاستيكية ممكن نقوم باستخدامها وتوظيفها وننتج الكثير من القطع المتنوعة والمتعددة أيضا ويعتبر نسيج المسطح هو من المنسوجات المألوفة والمتعارف عليها وما نجدها حولنا بكثرة وهناك وهناك اللي هو نوع آخر يتميز بوجود الأجزاء النسيجية البارزة عن سطح العمل النسيجي اللي يعطينا النسيج البارز فلنتساءل كيف يكون ذلك النسيج البارز طبعا من يستطيع أن يقول لي كيف يكون النسيج البارز ممتاز أحسنت هي كلمة بارز بأبسط تعريف تعني وجود أجزاء مرتفعة عن السطح وإذا كان ذلك السطح يحتوي على أكثر من جزء مرتفع فإن الفراغات التي تتخلل تلك الأجزاء البارزة تعرف بالغائر وهو عكس البارز فيكون مثل ما ذكرت لكم يكون فيه الشغلات تكون بارزة وغائرة ويكون بارز مثل ما ذكرت لكم ممكن نقوم بإضافة الكثير من الأفكار ومثل ما ذكرت لكم ممكن نقوم باستخدام بعض القطع البلسيكية والبقايا الأقمشة وغيرها لتكون عندنا قطع غائرة وبارزة هذا هو بالنسبة للنسيج البارز لاحظونا أمامكم عندنا نموذج للبارز بهذا الشكل ممكن نقوم بتستخدام القطع النسيجية وتشكيل بأفكار هذه بعض الأفكار ممكن نقوم باستخدامها وتوظيفها طبعا في النسيج البارز هو وجود أجزاء نسيجية بارزة عن سطح العمل النسيجي على سبيل المثال عندنا هذا الشكل تلاحظونا أمامكم عندنا هذه القطعة وكيف ممكن نقوم بتوظيفها على سبيل المثال ناخد بعض القطع النسيجية ونقوم إضافتها على القطع الموجودة عندنا وتصبح بارزة عن سطح العمل هذه بعض الأفكار ممكن نقوم باستخدامها طبعا يوجد طرق متعددة للنسيج البارز اللي ممكن نقوم باستخدامه وإضافته أما الآن هنبدأ بالتطبيق العاملي نقوم بتطبيق جميل جدا وممكن نستخدم الكثير من الأفكار المتنوعة ومتعددة طبعا هنبدأ في استعراض بعض القطع اللي ممكن نحتاجها في عملية النسيج البارز عندكم مثما تلاحظون أمامكم هذا هو النسيج باستخدام طريقة اللي هو الشبكة ممكن نستخدمها ونستخدم الخيوط اللي معها وتصبح بارزة باستخدام بعض الأدوات مثما تلاحظون أمامكم عندنا هذه بعض الأدوات اللي ممكن نقوم باستخدامها ونشكلها عن طريق اللي هو شبكة وتلاحظون أمامكم عندنا رسمة معينة رسمناها وممكن نستخدم الألوان بتوضيحها وبعد ذلك نستخدم القطع النسيجية ذات ألوان متنوعة أو متعددة هذه بعض الألوان التي يمكن أن نقوم باستخدامها طبعا يوجد أشكال متعددة التي يمكن أن نستخدمها باستخدام النسيج البارز لكن هذه الطريقة العلمية التي نستخدمها ونقوم بتوظيفها بالنسبة للنسيج البارز طبعا يوجد طرق مختلفة ويمكن أن نستخدم على سبيل المثال النور الخشبي ونقوم بإضافة قطع وأشكال متنوعة أو متعددة ممكن أن نستخدم على سبيل المثال النور من الكرتون ونستخدمها ونوظف أفكار متعددة تكون بارزة عن السطح لكن سنستخدم طريقة التي تعتبر مبتكرة وحديثة نوعا ما من ضمن الطرق التي ممكن أن نقوم باستخدامها وهو الطريقة بسيطة جدا بإمكاننا نشتغل عليها ونوظفها مثل ما تلاحظون أمامكم باستخدام الفلين الفلين بإمكان نستخدمه ونقوم بإضافة الكثير من الأفكار المتعددة والمتنوعة هذه تعتبر فكرة مميزة ممكن نقوم فيها ويصبح عندنا نسيج بارز مميز هذه طريقة فنية ممكن نقوم باستخدامها وتوظيفها سنستعرض لكم أفكار طريقة العمل عليها عندنا على سبيل المثال قطعة فلين نعتبرها هذا هو سطح العمل أو النول نقوم على سبيل المثال باستخدام القطعة التي تلاحظونا أمامكم وتحديدها بهذا الشكل بهذا المقاس نستخدم المشرط ونكون حذرين أثناء استخدام المشرط ممكن ناخذ اللي هو المصدرة أو ممكن ناخذ أي أداة نحاول دائما نبحث عن البدائل على سبيل المثال دائما من ضمن الشغلات اللي ممكن تحدث أثناء في الفصل اللي هو بعض الطلاب ممكن ينسون على سبيل المثال المصدرة وغيرها من الأدوات لكن دائما نحاول نحرص على استخدام البدائل هالمرة هذه نستعرض لكم بعض البدائل اللي ممكن نستخدمها على سبيل المثال ممكن نستخدم اللي هو أحد الكتب اللي دينا لعملية التخطيط ممكن نستخدم بعض الأدوات البسيطة مثل المصدرة نبحث عن البدائل دائما لننتج الكثير من الأعمال الجميلة ناخذ هذه القطعة ونقوم بعملية قصها بهذا الشكل هذه عندنا أول قطعة ونبدأ بعملية القص بهذه الطريقة ونكون نحذرين أثناء استخدامنا أي أداة حادة تلاحظون أمامكم هذه بعض الأفكار ممكن أن نقوم باستخدامها وتوظيفها توقف لدينا قطعة واحدة الآن أصبحت القطعة جاهزة ممكن نحتاج الكثير من القطعة لكن هذه أحد الأفكار ممكن أن نقوم باستخدامها طبعا ستكون بهذا الشكل مثلما تلاحظون أمامكم تكون القطعة بهذه الطريقة لكن نحتاج القليل من الأشكال طبعا ناخذها ونشكلها بهذه الطريقة ونقوم بإضافتها بهذا الشكل تصبح بارزة عندنا ونستعرض لكم بعد قليل كيف ممكن تصبح بارزة طيب على سبيل المثال ناخذ طبعا لدي شكل مثل هذه القطعة ناخذ عندنا قطعة من الفلين اللي استخدمنا اللي قصيناه قبل قليل ونبدأ طبعا يجب أن تكون أطول مثل ما تلاحظون أمامكم أطول من القطعة الموجودة عندنا هذا النول تقريبا على سبيل المثال 10 سانتي فتكون القطعة هذه 12 سانتي يكون سانتي من اليمين وصانتي من اليسار تكون فارغة بهذا الشكل ونبدأ لتسهل إزالتها ناخذها ونبدأ لتقريبا نصف سانتي أو سانتي تقريبا نصف سانتي يكفي ونقوم بعملية فتح قطعة صغيرة من هذا الاتجاه أيضا في هذه الزاوية فتح قطعة صغيرة أو خلق نقول مكان صغير نقوم بإدخال الخيط فيه ونبدأ باستخدام الخيوط على سبيل المثال ممكن نستخدم اللي هو الأزرق نستخدم الأخضر مع الأزرق طبعا هذه هذه القطعة اللي عملتها ناخذ الخيط وبهذا الشكل ناخذها ونبدأ نقوم بإدخالها بهذا المكان طريقتها جدا سهلة العملية مثلما نحطتم قمنا بإدخال الخيط بهذا الشكل ونبدأ عملية اللي هو لفة بهذه الطريقة هذه أحد الطرق اللي ممكن نقوم باستخدامها وتوظيفها طبعا كلما تقريبا نشكل مجموعة نبدأ بجمعها في أحد المناطق ونبدأ نكرر نفس الخطوات بهذا الشكل ونقوم بجمعة بهذه الطريقة هذه الطريقة سهلة جدا وممكن نشكلها ونعمل اللي هو نسيج بارز بأشكال متنوعة ومتعددة هذه أحد الطرق اللي ممكن نستخدمها تعتبر طريقة مبتكرة ممكن نستخدمها في النسيج البارز يوجد طرق كثيرة بالنسبة للنسيج البارز اللي ممكن نقوم باستخدامها وتوظيفها حيكون شكلها تقريبا أقرب للسجاد لاحظون كيف نقوم بجمع هذه القطعة طبعا هذه الطريقة بإمكاننا له تشكيلها على اللوحات كبيرة جدا ويكون أشكالها جمالية ممكن نستخدم ونوظف فيها على سبيل المثال الزخارف الكتابية الزخارف الهندسية وغيرها من النواع الزخارف أيضا الزخارف النباتية طبعا مثل ما تلاحظون نبدأ أن نقوم بجمع هذه الخيط هذه الخيط مع بعض إلى أن ننتهي بطريقتها تقريبا اختربنا من الانتحاء لاحظون كيف بدأت تكتمل يكتمل العمل لدينا أو يكتمل اللي هو القطعة هذه طبعا هذه نحتاج منها الكثير تقريبا حوالي أربعة أو خمسة إلى أن تصبح مكتملة ونحاول نجمعها بجانب بعض لا نحطها فوق بعض الخيوط تكون بجانب بعض تلاحظون كيف كذا نهايتها دخلناها داخل الفراغ الموجود عندنا وبعدها نستخدم المقص وتصبح جاهز لدينا طبعا نحتاج إلى قطع متعددة وبعد ذلك هنستعرض لكم في الحصة القادمة نستعرض لكم كيف ممكن نستخدمها ونقوم بتوظيفها طبعا لدينا أفكار بالنسبة للنسيج البارجة هذه تعتبر طريقة مبتكرة بإمكاننا استخدامها وتوظيف الكثير من القطع على سبيل المثال ممكن نستخدم اللي هو مثل بعض الأفكار مثل القطع البلاستيكية الجلود بقايا الأقمشة وغيرها لكن هذه تعتبر فكرة حديثة ومبتكرة وممكن نستخدمها ونقوم بتوظيفها نحاول دائما نكون نبتكر ونوظف الكثير من الأفكار المتعددة والمتنوعة نحاول نستفيد نحاول نفكر بخارج الصندوق لكيف ممكن تكون لدينا قطعة من النسيج البارز بأفكار متنوعة ومتعددة هذه بعض الأفكار اللي ممكن نقوم باستخدامها ومتوظيفها في النهاية شكرا لكم عزيزي الطلاب والطالبات ننتقيكم بإذن الله في الحصة القادمة في أمان الله